عود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث وجه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة الذي يخدم ليس فقط مصر واليونان ولكن القارتين الأفريقية والأوروبية وترسيخا لغضية مصر كمحورا مركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دمتري كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية الكهرباء وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر والعمل على نقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كبل بحري للربط الكهربائي بين البلدين حيث أعرب رئيس التحاية شركات كوبيلوزيس عن تشرفه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيدا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية بقيادة سيادته من إنجازات في البنية الأساسية للدولة خاصة في قطاع القهرباء والطاقة المتجددة في مدة زمنية قياسية مؤكدا تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر والتي تتمتع بثراء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك الربط الكهربائي مع اليونان خاصة في إطار التحديات التي تواجه أوروبا حاليا في مجال الطاقة ستدعم